اخبار العراق اليوم السبت 19.06.2021 السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الاخبار العاجلة والحصرية لجنة الازمة النيابية رفع حظر التجوال الجزئي مرهون بامرين جواد الموسوي الامرين هما انخفاض كبير في الخط البياني للاصابات وزيادة نسبة الملقحين الخط البياني يشهد انخفاضا بسيطا جدا يكاد لا يحس قبل اسبوع كان 108 ولكن هذا الاسبوع 105 بقاء الخط البياني على مستوى واحد دون النزول ليس ايجابيا وانما هو سلبي ومن المتوقع يكون هناك صعود في الاصابات الحظر الجزئي مع الاسف لم يطبق مئة بالمئة وان حركة التجوال في بغداد مساء فيها الكثير من الناس والسيارات وزارة التربية فتح دورات مجانية للمراحل المنتهية وجهنا المدارس باقامة دورات تقوية مجانية للطلب المشمولين استعدادا للامتحانات الوزارية بهدف تعويضهم عن الدروس التي لم يحضروها بسبب ايقاف الدوام الرسمي في المدارس على خلفية جائحة كورونا الدورات ستكون مرادفة للتعليم الإلكتروني من اجل سد النقص الحاصل في شرح المادة العلمية والمناهج المكيفة بالاضافة الى مراجعة المواد لهم وترسيخها في اذهانهم خاصة بعد قرب موعد اداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة الرافدين قروض الخمسين مليون للبناء والترميمة تمنح للموظفين والمواطنين قروض البناء في قطعة ارض تسدد في عشرة سنوات وبفترة انهال ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ استخدام القرض فائدة القرض خمسة بالمئة وهناك اولوية ومفاضلة لحاملي الماستر كارد من الموظفين ومنتسب القوات الامنية في الحصول على القرض مدير غرفة تجارة الديوانية ارتفاع سعر الدولار تسبب بفقدان الموظف الى نحو خمسون بالمئة من القيمة الشرائية لمرتبه محمود الليفي اسعار المواد الغذائية ارتفعت الى اكثر من ثلاثون بالمئة عن سعرها السابق جاء ذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار السوق تشهد ركودا فضلا عن هجرة التجار ورؤوس الاموال يتطلب من الحكومة وقفة عاجلة وجادة اتجاه ما يحدث للاقتصاد العراقي وزارة التربية لا يوجد دخول شامل للصفوف المنتهية حتى الان والقرار بيد هيئة الرأي وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ازمة الكهرباء محلية واستمرارها هدف انتخابي وسرقة الوقود وزارة الصحة في حال كان الاقبال ضعيفا على المراكز الصحية فسنتوجه الى المنازل وضعنا خطة لارسال فرق التطعيم الى المؤسسات والجامعات والمدارسة زيادة كمية اللقاحات الى اكثر من عشرة اضعاف في النصف الثاني من العام الحالي مستشار الكاظمي سياسة البنك المركزي النقدية قادرة على السيطرة لاستقرار سعر الصرف ووكيل وزارة التربية قرار وزارة التربية بانهاء العام الدراسي الحالي للمراحل غير المنتهية يأتي لمراعاة ظروف فلاح القيسي تم اكمال جبيع المنهاج عن طريق المنصات العلكترونية رئيس هيئة ذوي العاقة وزارة العمل تعمل على وضع آلية لتوزيع قطع الاراضي لذوي العاقة المسجلين بياناتهم لدى الوزارة عصام التميمي الوزارة ارسلت قوائم الاسماء للحكومات المحلية في المحافظات التي ستباشر بدورها تخديد مواقع تلك الاراضي اشتركوا في القناة